الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهال ارتفعت صادرات السعودية من النفط خلال العام الماضي مسجلة أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وأظهرت بيانات رسمية صادرة ثلاثاء تجاوز الصادرات البترولية للمملكة عتبت ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى أربعة وثمانين مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها في ثمانية عشر عاما كبدت ظاهرة سرقة النفط في منطقة دلتا نيجيرية خسائر تشكل أربعين في المئة من إنتاج البلاد من الخام وقدرت لجنة تنظيم البترول في نيجيريا أن الرقابة غير الدقيقة لصناعة النفط والغاز تتسببت في ضياع نحو مائتي ألف برميل من النفط يوميا في البلاد من خلال سرقة النفط وتخريب خطوط الأنبيب إلا أن خبراء يقدرون خسائر البلاد بنحو ستمائة ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب لصوص النفط تستعد مصر لطرح أول إصداراتها من السقوك الدولارية بهدف جمع نحو مليار ونصف مليار دولار في محاولة لسد فجو التمويل وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة رويترز الثلاثاء أن مصر طرحت سعرا أوليا لسقوك دولارية بأجل قدره ثلاث سنوات يأتي ذلك في وقت تشتد فيه حاجة مصر إلى الإرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية وتنفذ شروطا لصندوق النقد الدولي منها بيع حصص من شركات حكومية في إطار اتفاقية معه بخيمة ثلاثة مليار دولار انكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي بنسبة 2.1% من إجمالي النتج المحلي وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات بيانات أولية لإجمال الناتج المحلي الروسي صدرت الثلاثاء أظهرت آداء أفضل لمؤشرات الاقتصاد الكلي من التوقعات الرسمية التي كانت تشير لانكماش الاقتصاد بنسبة 3% في حين كان محللون يتوقعون انكماشا في حدود 10% مع بداية فرض العقوبات منذ نحو عام أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا بقيمة 5 ملاير ونصف مليار دولار وأبرز بيان عن مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن توكيو سبق لها أن منحت لكييف دعما ماليا بقيمة 600 مليون دولار بالإضافة إلى دعم إنساني طارئ بمئات ملايين الدولارات توقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن يتكبد أكبر اقتصاد في أوروبا خسائر بـ 121 مليار دولار جراء تدعية الحرب في أوكرانيا ورجح رئيس الاتحاد بيتر أدريان أن تكلف تدعية الأزمة في شرق أوروبا خسارة 4% من النتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنهاية العام الجري والفقدان ألفين يورو لكل ألماني تراجعت العملة الإيرانية إلى ما دون المستوى المعنوي الرئيس البالغ 500 ألف ريال للدولار الواحد وأعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي الإيراني محمد رذا فرزين محاولة السيطرة على السوق في ظل ارتفاع الضغط على الاقتصاد والعمل في إيران خلال الأشهر الأخيرة جراء العقوبات المفروضة على البلاد من الدول الغربية ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة